أنا أتحدث وفق النقد الدستوري للقانون يعني هذا القانون كان المفروض أن ينص على تعاريف يعني التعاريف في كل قانون هي المهمة يعني يعرف لنا مسألة الخطأ الطبي الفرق بين الإهمال بين الرعونة الخطأ الطبي غير المتعمد غير البقصود هو جاءك في البداية قال لك من أجل إرجاع الأطباء المهاجرين للخارج وحمايتهم طيب أنت تتهيئ يعني حماية يجب أن تكون الأرضية مناسبة ثم أنت هل أن هذا الاحتداء يجب أن نرى بالصورة فقط على الطبيب هذا على الكوادر الطبية في حين أن القانون حمى الطبيب فقط فقط حمى الطبيب ثم أنت مسألة شوف أستاذنا مسألة العقوبة أهداف العقوبة الجزائية يا أستاذ علي هي التحقيق الردع والعدالة الاجتماعية في القانون الجناء أنت إذا إناية خليها حبس ثلاث سنوات يعني ما فعلت شيئا يعني ما حققت الردع المطلوب في القانون ثم أنت الفصول العشائرية التي يتعرضون لها على أبسط الأمور يقول أنت مطلوب عشائرية أنا برأي هذه قال البفروض بالمشرع أن يجعلها عقوبة إرهابية جريمة إرهابية يا أستاذ علي ليس جريمة إرهابية لأنه من نتجة تعرف الإرهاب هو إحداث الرعب في المجتمع العفو شكرا شكرا أستاذ علي يعني